شاهدين اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات احلى الاوقات زي ما عودناكو ان احنا هيبقى معانا حلقات كتير عن جراحة العمود الفقري ومشاكل العظام بشكل عام النهاردة حلقتنا هتبقى مهمة جدا وهنتكلم فيها عن هشاشة العظام وتأثيرها على العمود الفقري ايه اسبابها و ايه هي هشاشة العظام وايه طرق علاجها ده اللي هنعرفه مع دكتور وليد صفة هيكل استشاري جراحة العمود الفقري من نوارنا يا دكتور اهلا بيكي ايه الاخبار بخير الله الحمد لله النهاردة الموضوع بتاعنا مهم جدا وهو عن هشاشة العظام فاحنا في الاول عايزين نعرف المشاهد يعني ايه هشاشة العظام بص حدريك هو يعني تكوين العظم نفسه عبر عن ايه العظم بيتكون من اشرة خارجية يعني شديدة الصلبة الصلبة قوية الاشرة دي بتبقى محوطة الجزء الداخلي اللي هو بيبقى عظم اسفنجي يعني عظم مش صلب زي اللي برا لكن بيتركب من شبكة من الفايبرز اللي هي الكولوجين يعني بتبقى ما بينها بتترسى بالايه الاملاح اللي هي اماها الكالسيو ده بالنسبة للتركيب بتاع بتاع العظم الناس فاكر ان العظم مادة يعني نشفة كده كأنه خشب لا العظم زي وزي اي نسيق في الجسم نسيق حي يعني اي نسيق حي يعني طول الوقت بيتجدد بيتشال منه ويتحط عليه بحيث ان هو في تجدد دائم يعني لو قلنا مثلا الاشرة خارجية الصلبة دي كل عشر سنين معروف كده كل عشر سنين الاشرة دي كأنها بتتعمل من جديد كأنها بتكون اشرة جديدة والجزء اللي داخلي بتاع العظم ده اللي هو الجزء الاسفنجي بيتجدد مثلا كل ثلاث سنين اذا هو نسيق حي فيه خلايا بتكون عظم وخلايا بتشيل عظم عشان يفضل دايما نسيق حي بتجدد صلب قوي يخدم الجهاز الحركي بس فهو الهشاشة مفهومها ايه بقى ان يحصل هشاشة في العظم ضعف في العظم لو جبنا اول شكل ممكن نشوف الفرق بين العظم السليم والعظم اللي فيه هشاشة دايما الناس تبقى فاكرة ان العظم حضرتك كنت بتقول ان هو بيتجدد الخلايا بتتجدد دايما الناس مش حطة في دماغها المعلومة دي قليلة قوي عند بعض الناس معادي انا قصدت اقولها عشان هي دي يعني ده سبب الهشاشة يعني مش سبب الهشاشة ان الترسيبات بتاعت الكالسيم قليلة بس لا ان النسيق كله المسح بتاعه اكتر من التكوين فده اللي بيدعف المادة بتاعت العظم لان العظم ما هو يعني هو عبارة يعني تكوينه عبارة عن بروتين زائد كالسيم اهو بص حضرك الشكل ده اللي على الشمال ده ده العظم الطبيعي اللي هو العظم الاسفنجي اللي هو بيتحمل العظم المزبوط شوفي بقى حديك الناحية اليمين العظم بقى مخوخ صح؟ بقت البورز بتاعته او الفراغات اللي فيه زيادة قوي ده عظم ما يتحملش بقى ده تعملي بيه حاجة يعني يكسر أبسط حاجة يعني طيب هل بيبقى فيه عظام اكثر تعرض للكسر بسبب الهشاشة؟ هو فيه ثلاث مناطق هم اكتر مناطق احنا بيعني بنشوفهم باهمهم الفقرات وفيه منطقة بالزاد من الفقرات هي اكثر عرضة للكسر اللي هي الفقرات الصدرية القطنية يعني اخر فقرة صدرية واول فقرة قطنية دي دايما من الحاجات اللي بتحصلها كسور برضو ده ليه سبب ليه؟ لان الفقرات الصدرية اللي هي بتقابل منطقة الصدر اللي هي متثبتة في الاخر بالدلوع دي بتبقى فقرات ثابتة الفقرات القطنية اللي هي بتاعت منطقة البطل دي مش متثبتة في حاجة من قدام فاكثر حركة فدايما المنطقة اللي هي ما بين منطقة متحركة اللي هي سموها ترانزيشن لانزول يعني الترانزيشن اللي يعني ما بين الحركة وإيه فدي بتاخد اكتر اصابة دايما فدي اكتر اكتر فقرات بتتأثر ده نمرة واحد نمرة اتنين العنق عظمة الفخد العظمة الفخد دي العنق بتاعها في الاخر بيشبك أو بيتمفصل مع عظمة الحود الحتة دي من الحتة اللي بتكسر كتير جدا دي رأس عظمة الفخد الصورة دي جميلة قوي ليه بقى لانها بتبين لك التركيب التشريحي الصح الحلو بتاع الايه بتاع العظمة الفخد يعني شايف حضرتك اللي هي الخطوط الحمرة دي والخطوط الزرقة العظم ربنا سبحانه تعالى يعني مش هو مجرد بس شوية ناسيك كده بيتحط ويتحط عليه مش شوية كالسف لا ده بيبقى فيه خطوط خطوط قوة يعني ده كل عظمة ليها نقول كومبريشن سايد ويتن سايل سايد الكمبريشن ده اللي هو بيتضغط اللي عليه الضغط التاني اللي بيقاوم الشد كل عظمة كده في الجسم يعني الاحمر ده هو الخطوط الحمرة دي هي الخطوط اللي بيقع عليها الضغط اما الواحد يوقف اما الواحد يشيل حاجة دي اللي بتضغط وفي نفس الوقت الخطوط الزرقة دي مش هانا قلتلك في الاول حضرتك انه هو العظم بيبقى بتكون من كولوجين في ايبرز من عبارة عن خطوط كولوجين اي كولوجين اللي بيقوت في اي حد بس نوع ممعين للعظم يعني تمام وبتترسب على الكالسام ده او بيحصل له ايه بيحصل له مين الرجل زيش بتكون فيه او بتسقط فيه او بتترسب فيه الاملع عشان تديله الصلاة فتالت حاجة بقى حضرتك في المناطق اللي يعني متعودين دايما نشوفها بيحصل فيها كاس هي المنطقة بتاعة الروزغي دي المعصب المعصب دي اكتر ثلاث مناطق بيحصل فيهم دايما الكسور بيحصل فيهم هشاشة تمام يا دكتور طيب ايه الاسباب الرئيسية يعني ايه اكتر الاسباب اللي بتؤدي لهشاشة العظام اول حاجة برضو دي معلومة مهمة ان الستات اكثر اصابة بهشاشة العظام المرة الحلقة اللي فادت كان الرجال اقصر اصابة للغدروف المراضي النساء هنا نصبت المعادلة فهنا ستات اكثر اصابة حياته وامتا الستات بيبتدي يحصل لها اصابة اللي هي назад اصابة الطمس. اول باب يعني هي بتفقد بعض الهرمونات اللي هي بتؤدي في الاخر الى انها بيحصلها الدورة الشهرية دي. من ضبط هذه الهرمونات اللي هي الاستروجين. الاستروجين ده من الحاجات اللي هي بتقلل قوي ان العظم اللي هي ما يتكلش. طبعا مع مع انقطاع التمسيب يبتدي الهرمون ده يقل. يبتدي العظم يتكل بسرعة اصرع شوية. عشان كده الستات بتحصل يعني بنلاقيها اكثر اصابة. وبرضه عشان يعني الموضوع ده مش بيحصل مباشرة يعني مش هو بينقطع تمسيب الستة يجي لها شاشة. لا ده هي على مدى طويل يعني هي بتاخد لها مثلا عشر خمستاشر سنة عشان ربع الكتلة العظمية ده ينزل. يعني مش بسرعة يعني. لا. مش اول ما بتنقطع اللي هو بقى بعد ثلاث اربع شهور او سنة مثلا يحصل هشاشة. لا لا لا. لا لا. مش الدرجة دي يعني. عشان عايزين نطمن الستات. لا لا لا. ده هي بتاخد وقت طويل قوي. وعشان كده لازم الستات تاخد بالها. في الفترة اللي هي بعد انقطع تمس. لانها تهتم بالغزة بتاعها يبقى الغزة بتاعها. فيه كالسيوم كتير. فيه المواد اللي بتؤدي الى ان احنا يعني العظم يبقى مزبوط. وتاخد بعض. يعني هو مش موجود. مش تغذية فقط. لا. ده فيه حاجات سبل من برا. هي تاخدها. يعني ممكن تشتري كالسيوم وفيتامين ديو. ولو وتعمل برضو تقيس المآس بتاع الهشاشة ده مهم ماوي. عشان تعرف زكان هيبتدي عندها بوادر ولا لا. لو ابتدى عندها بوادر ممكن تبتدي تاخد ادوية الهشاشة يحميها. يعني فيه ادوية بتحمي من الهشاشة. اه طبعا. تمام يا دكتور طيب. ايه الاعراض. يعني مثلا الناس اللي بتشرب كحليات كتير. التدخين من الحاجات اللي بتأثر. فيه بعض الادوية اللي بتأثر قوي وتعمل هشاشة. زي الكورتيزون مثلا. زي بعض مضادات التجلط. الكورتيزون كنا بندردش وحضرتك قلتلي ان الكورتيزون ممكن يعلي الهشاشة. بس فيه ناس تبقى مضطرة مثلا بيبقى عندها حاجة ومضطرة انه هو ياخد كورتيزون. هو كويس انك سألت السؤال ده. لانه هو الكورتيزون ما هوش بعبع. الكورتيزون اه بيعمل هشاشة. لو اتاخد لفترات طويلة بجرعة عليها. فيه ناس بتبقى مضطرة له. يعني مضطرة انها تاخد كورتيزون ما بتخفش غير به. ايها. يعني ناس عندها مثلا ازمات في النفس. ناس عندها روماتويد. فيه امراض كتير قوي ما بتخفش غير بالكورتيزون. فدولا الناس دي لازم يعني يبقوا محطوطين تحت الميكروسكوب. انهم ما انا عمل لهم. لازم يتابعوا. اه. طيب تمامي دكتور. طيب ايه الاعراض مثلا اللي هو حد احس بحاجة كده يعني اشك شوية ان انا عندي هشاشة في في العظام و لازم اروح اكشف و اتالع بقى مع دكتور كده. اعراض الهشاشة. بصحتك هو الهشاشة للأسف. مرض نسميه يعني المرض الساكت. سايلنت. بيجقى انت ما بتحسيش ان عندك هشاشة غير لما يحصل كسر. تبقى مشكلة كبيرة جدا. اه يعني هو مشكلته الاساسية انه هو مالوش يعني مالوش اعراض واضحة يعني يعني الهشاشة مالوش من الامراض اللي بتعمل قلم. لا. انما فيه في بعض البوادر. يعني ايه الحاجات برضو اللي تخلينا نقول او نشك ان فيه ان فيها شاشة. ان فيها شاشة. طبعا الهشاشة بتحصل في السن الكبير. بتحصل زي ما قلنا في الستات اكتر من رجال. يعني السن بعد انقطاع الطمس لازم تتابع. اذا كان عنده ايه? تحس بتقل في الحركة. عدم الكدرة على يعني الاداء الوظائف اللي هيكة بتاديها عادي. يعني شغل بيتها. بقيت بطيقة شوية مثلا في شغل البيت. حسنا الحركة تجيل عليها. الحركة تجيلة عليها. اه حركة ايه لا تنزل تمشي شوية تلاقي نفسها تعبط بسرعة في فترة. هكذا متعودة انها تمشي مثلا محطتين اوتوبيز دلوقتي بتوصل محطة وتبقى مش قادرة. وانت بقى مش قادرة ايه? مجهوت مش. لان فيه ناس تجيل تقولك انا بنهج. دي مرة بيش دعوا بالهشاشة. يعني الهشاشة مش بتعمل لها جاية. ما فيه ناس ممكن يختلط عليها الامر. بالضبط. فهي تقل الحركة ده وعدم القدرة على اداء الوظائف الحيوية. دي من الحاجات اللي بتعمل اللي بتعمل لنا تدينا كلو كده او تدينا مؤشر ان فيه حاجة مش بزبوطة. ان احنا بقى لازم نتابع ونشوف نسبة الهشاشة. تمام. حضرتك قلتلي ان الهشاشة مرض ساكت. طيب ولازم بنحس بيه بقى وبنعرف ان انا عندي هشاشة لما يحصل كسر. طب دلوقتي مثلا فيه حد عنده هشاشة وما حصل لهوش كسر. يعني ازاي نعرف قبل حدوث الكسر ان انا عندي هشاشة. ما مش هتعرفي. مش هتعرفي الا ازا يعني ازا مولت حدوث كده عملتي فحوصات. يعني فيه فيه. طب ايه هي الفحوصات اللي بيتأكد بيها المريض. اه. ممكن ننقل كده بقى على على الفحوصات بالصور. لان اختبار الهشاشة. اول حاجة احنا لما بنعمل اشعة بتلاقي العظم كده يعني شكله باهت. بيدينا انطباع كده. والترابيكلي دي او الخطوط اللي انا والريتالك دي. بتلاقياش متكونة مزبوط. اه. وشكلها كده ضعيف. دي دي اللي بيخلينا توقع من الاشعة. لكن الاشعة مهاش اختبار. عشان نبقى واضحين. انما فيه اختبار للهشاشة. اسمه الديكسا سكان. اه. والديكسا ده 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 حاجة اختبار واضح. وما فوش. ده يأكد لو فيها عشاشة او ما كيش. اه بزال. لو جبنا الاشكال وارا بعد كده ممكن فيه الشكل بتاع الاختبار. الشكل ده جميل قوي. ليه بقى? لان ده عنق عظمة الفخت. دايما العيان بتاع العشاشة ده يجي يقولك ايه? انا كنت واقف على الحضبة توضى. فوقعت في الكسارت. ده يبقى كده. دي مشهورة المتندو. هو الحقيقة العكس. هو كان واقف على الحض. اتكسر فوقع. ليه? اتكسر وهو واقع. ايه هو طلع رجله التانية. ايه هو طلع رجله التانية. الرجل اللي دي اللي فيها هاشاشة ما استحملتوش. اتقضمت. فوقع. ده 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 المنظر العادلة تكي شايفها ده بزال. يعني العظم بيتآكل. لدرجة انه ما بيستحملش اللي هو الاداء العادي. انه هو مش قادر يقف على الرجل واحدة فاتكسرت. بالزبط. فيه ناس في العشاشة دي تيجي تقولك ايه? انا كنت راجبه العربية راجبه المايكروباس مثلا. والمايكروباس فيه مثلا 13-14 واحد. اه. خد مطب جامد. اتكسرت. هي اتكسرت. واللي بقيت للتنشر ما اتكسروش. عشان بسبب الهجاشة. بسبب الهجاشة. هي وتسأل وتقولك الله. يعني هو المطب ده اللي كسرني. ايوه كسرك عشان يتعدك هشاشة. اه. وده بالك. فالان زي ما قلنا الهجاشة بتزيد بالسن. وبتزيد. اه. وعرض انها يعني العظمة نفسها مش متحملة. طيب يا دكتور هو الهجاشة. اه بصي برضو حضرتك الشكل ده. يعني ده عظمة الحوض. اه. كويز. اللي على الشمال ده. اللي نص الشمال بتاع الحوض. اه. يعني اه. بيلمع كده وشكله. اه. ماكسي والعظم بتاعه مزبوط. شوف ان حالي يمين بقى. دي بقى. اه. العظم بتاعه مخرم. متاكل. فده الخالي ده بقى هو بيبتدي يقف عليه. يروح محمل. يروح مكسور. دكتور هو اي واحد دلوقتي بيحس بواجع في جسمه. في الحاجات دي. بيحس ان هو عنده هشاشة. اه. يعني انا مثلا. بحس مثلا. ساعات ان ضهري وجعني جدا. بصحة من النوم جسمي مش قادرة. فالواحد بيخاف. انا مش عادي نروش الناس برضو. الموضوع ما هواش. ما هواش اه. قوي كده. لا. هو السؤال اللي انا هسألهولك بقى ده اللي هيروش الناس وهو روشني انا اصلا. اللي هو ايه? اللي هو بقى ايه الاطعمة. المشروبات والمشروبات اللي بتؤدي الى زيادة او الهشاشة العزم. اه. ده بقى السؤال اللي ممكن يطمني وممكن يقلقني اكتر. تيجي تبقى على الحاجات اللي بتزعج. ايه. لا هو بس حدك الحاجات اللي فيها كافيين دي طبعا بتزوج. يعني اصلا بتشرب قهوة باسراف دي. الحمد لله ما باشرافش. اه. الحاجة التانية الكوكا. كل منتجات الكوكا اه بتزود. في ناس بتشرب الكوكا دي بصورة اه كأنها بدل المية كده. المخرج بيقول يعني علي الحمد لله ان انا فعلا ما باشرافش غير الكوكا. لا ده ما ده. اول حاجة المية دي واجعلنا من الماء كل شيء. كل شيء الحي. يعني دي مهمة يعني دي برضه فرصة ان احنا ننوح عن الموضوع ده. لان شرب المية ده يعني اساسي لكل حاجة. ومن ضمنها امراض العزام والعضلات. لان الخلية تكوينها تسعين في المية منها مية. فاذا المية دي قلت بيحصل دي هيدريشن اللي الخلية نفسها بتنشف. وبعدين خلي بالك طب انتها تقوليني مثلا طب منتجات الكوكا دي كلها ما هي فيها مية. اه. لا دي مش مية. هي كلها مادة بتاكل العظم زي اللي هي المية. اه. كوباية المية اللي من غير اي ضفور. اه. طيب طب برضه فيه ممكن امهات كتير تسأل ودماغها تبقى شغالة. طب ممكن تفل صغير مسلا سنة خمس ست سبع او الى خمستاشر سنة اه او برضه سن الشباب اللي هم عشرين حاجة عشرين ممكن يحصل لهم هشاشة؟ اه. اه. او حتى لو بيشربوا يعني بيشربوا كوكا او حاجات اللي فيها. لا 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 لا. غالبا لان لا لان العطفال же وفي سن الشباب الكتلة العظمية نفسها في تزايد. dim. واهم يعه. يعني هو فيه الهرمونات اللي بتخرج ويه اللي لان التكوين العظمة ده بتحكم في من ه��은 في الجسم اللي هي هرمونات بتاعة الغده الضرقية والجر دراكية والفيتامين دي دولان الثلاث حاجات للي بيتحكم في يحكموا في تكوين العظم وبالنسبة للأطفال اللي حاجة دي بتبقى نشطة جداً وتكوين العظم نفسه الخلايا اللي بتحط عظم دي بتبقى نشطة فصعب جداً إنه يحصلوا والكتلة العظمية نفسها بتبقى أكتر يعني في أوج إصدارها ما بين سن 25 و 30 قبل كده الحقيقة ده لو جي ضعف في العظم أو ممكن يبقى حاجة تانية غير الهشاشة مواصل خلي بالك إنه الهشاشة مش هيئة السبب الوحيد لضعف العظم في حاجات تانية كتير في نقص الكالسا ونقص الفيتامين دي الحاجات دي الوحدة كده بتعمل زي الوسط ماليشيا والريكتس والحاجات دي الحاجات تانية خالص يعني طيب يا دكتور الرياضة بيبقى ليها دور في الهشاشة يعني ممكن تبقى حاجة إيجابية للهشاشة تمنعها مثلاً ده أساسية مش إيجابية هديكي مثل واضح في عدم التحميل لما الناس اللي بتطلع بتبقى في مراكب الفضاء دولان بيبقوا مفيش جاسبية فبيبقى عايم كده في الجو مش محمل على رجليه أصلاً دوران بيحصل له مشاشة ليه؟ لأن التحميل ده هو اللي بيبني العظم يعني الطفل الصغير ما بيتولد بيبقى جسمه كله غضاريف صح؟ ما بيوقفش ما بيعرفش يوقف وشوية شوية بيحبي وشوية شوية بيبتدي يوقف على رجله الوقوف ده هو اللي بيخلي فيه تطلع مراكز للتكلس وتبتدي تبني عظم مع أن في ناس كتير بتقول إن الحركة الزيادة أو إن أنا شيل مثلاً حاجة ده ممكن يؤدي أكتر للهشاشة لا 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 هو العكس بقى مريض الهشاشة ما يستحبش بقى إن هو يعمل مجهود زيادة أو يعمل لكن الحركة والحاجات دي في العادي لازم تبرس الرياضة لأن الرياضة دي هي اللي بتقوي العظم هي اللي بتتحط على العظم دي هي اللي بتزود الصلابة بتاعته هي اللي بتخليها ممزبوط مع العظم ده زي مؤتد حدك مادة حية إحنا اتفقنا إن هو نسيك حية يعني بيطول يعني بعد دم حي بقى بيكبر بيطول في الطول وبيزداد في السمك إيه اللي بيخلي يعمل كده؟ الرياضة والمشي والرايح والجاي كده يعني طب زي ما احنا قلنا طبعا إن في أطعمة وفي مشروبات بتؤدي للهشاشة أكيد في أطعمة وفي مشروبات تانية يعني بتحسن من الهشاشة طبعا يعني نمرت واحد وبالبنت العريض كده اللبن ومنتجاته عشان الناس اللي بتقول لي أنا ما بحبش اللبن ولو ما فيش بينه وبينه عمار لا أصل اللبن ما بيحبنيش أنا سبحان الله أنا الحلقة دي مش عارفة في إيه بيبسي الكوكا باشربوا باللبن ما باشربوش لا لا الحاجات دي مهمة يعني لو أنت يعني اللبن يعني ما بتستزغى يعني مش طعمه مش بستزغى عنده أعملي يعني حط عليه حاجة حط عليه مثلا أي فليفر يعني زي ما أنت بتحب شوف أنت بتحب إيه وحط عليه واخد بالي بس ما تحطيش عليه شاي بقى وتحط عليه كاكاوك وتحط عليه حاجات لا تشربش الحاجات ولا الشاي ولا القهوة ولا الحاجات دي خالص الحمد لله طيب قالوا جميل على فكرة الشاي من الحاجات المتهمة غلط يعني الكافيين بتاع القهوة يعمل لكن الشاي لأ بس الشاي برضو نصيحة ما تشربوش مباشرة بعد الأكل ده فيه ناس بتشرب أول ما تسحصوا يقولك نحبس الحبس ده هو حبس فعلا هو كده بيحبس الكلسم جوه الأمعاء وما بيمتصش لأن الشاي فيه مادة بتعلق الكالسيوم بتخلوش يمتص وإيه الأكلات برضو اللي بتقضي المحاصل هقولك معلومة ظريفة جدا طبعا الكالسيوم والفيتامين دي والحاجات دي بتبقى موجودة في اللي هي الخضروات مش كل الخضروات اللي فيها الكالسيوم أو الامتصاص بيبقى أو سريع أو كويس يعني زي مثلا السبانخ السبانخ من الحاجات اللي مشهورة إن فيها كالسيوم كتير لكن الكالسيوم بتاعها ما بيمتصش ليه؟ لأن الكالسيوم بتاعها مرتبط بالأجزاليت واختبالك بيعلقوا وما بيخلوش يمتصوا وبيخرج في الإخراج فدي برضو من الحاجات المعلومات اللي فاني شميع في الموضوع طب يا دكتور دلوقتي لو واحد أنت قلت زي ما قلنا إن الهشاشة مرت صامت أنا ما معرفتش إن أنا عندي هشاشة وسبت نفسي بقى سنة سنتين وهم برضو ما حصل ليش كسر اللي هو أنا روح للدكتور فالدكتور يعرف إن أنا عندي هشاشة وحاجات كده بس أنا بقى اتركت ما تعليكتش معرفتش إن أنا عندي هشاشة وما تعليكتش إيه الأضرار بقى اللي بتحصل لي؟ الأضرار إن الحجاجة نجيب الشكل اللي بعده اللي هو الحاجات اللي بتقول لنا اللي ما يثبت على الحجاجة أه يعني بص الشكل ده أه اللي عشما الخالص ده دي معلومة مهمة برضو عن الحجاجة سعد المريض الحجاجة يقول لك أنا حصيت إن أنا قصرت الشكل اللي عشما الخالص ده البناء ده مواقف مظبوط منتصر الشكل اللي بعده بدأ يحصل انضغاط في الفكرات بدأ اللي وين تحيني شوي أول ما بيتحيني لقدامه مع كمان الانضغاط بتاع الفكرات ده بيقلل طول بتاع منطقة الجزع شوف التالت صورة بقى انحانا خورته ابتده ايه بسكعه الكهز لان هو مش قادر عدلته وعظمه مش قادر يصل لبطول الورد هتلينا بقى الشكل اللي بعده بنقدر نه ده 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 صورة بتوضح الكسر بتاع الفكرات شكل الكسر بتاع الفكرات شوف محدود عن ايه دايرة الحمراء نجيب الشكل اللي بعده برضو ده الاختبار بتاعي الهشاشة اللي بيجي لنا بقى من ايه لان الاختبار الهشاش ده بيبقى عبارة عن النوع من بيتعمل في مركز الاشاعات فبيعمل لنا الاشاعات على الثلاث مرات اللي انا قلتهم لحضرتك دول اللي هو منطقة العنق الفخت ومنطقة الفكرات بتاع تده والمعصر وبتدي يقرنهم بالأفريج في نفس السن بيبقى فيه بتبقى الفاليو بتاعته مادية وبتدي يعمل لنا الكيرف ده طالما النقطة اللي هو انت حاديك شايفها دي في الاخضر يبقى ده ما عندوش هشاشة لو النقطة دي اتنقلت للأصفر يبقى عندو ضعفة في العضل لو اتنقلت بقت في الاحمر ده الخطر بقى ده الهشاشة ده الاختبار بتعليه هشاشة طيب يا دكتور ايه طرق العلاج العلاج الهشاشة لو اكتشفنا ان فيه يعني هشاشة بالاختبار اللي عطينا ده ففيه ادوية خاصة بالهشاشة يعني دي ادوية بتقلل او بتهبط الخلايا اللي بتاكل في العضل فبقى لما تهبط الخلايا دي يبقى التكوين بيزيد عن التأكل فيبتدي عضم يبني بس دولا مشروطين بانه ما ياخده يعني المريض ياخد معه هذه الأنواع من الأدوية كالسيوم زائد فيتامين دال لانه لو ما خدش كالسيوم طيب احنا عايزين نرسل كالسيوم زيادة في العضل وفيتامين الدال ده علاقته كوية جدا بكالسيوم لانه هو اللي بيزود متصاص الكالسيوم من الأمعاء وهو اللي بيساعد على ان الكالسيوم الجزئي بتاع الكالسيوم ده يخش جوه العضمة يديها الصلابة يبقى هو بما دول ان التلات حاجات اللي بتوع علاج الهشاشة اللي هي الأدوية الخاصة بعلاج الهشاشة دي اللي بتقلل التأكل بتاع العضل وندي معه كالسيوم وندي معه فيتامين دي طب يا دكتور اكيد في حد ممكن تحصل له مضعفات اللي هو تأخر انه هو ممكن يعمل الفحصات اللي تبين عنده هشاشة او لا وسبب بقى العلاج خالص اللي هو ما متعالكش فحصلت له بقى هشاشة من نوع كبير جدا ايه العلاج بقى بيبقى بتاع مضعفات الشاشة زي ما اتفقنا في الكلام هو مرض سايلانت ما بيظهرش يربون مضعفاته ايه مضعفاته الوكسر يعني طب هل لما بيتعالج مثلا الكسر ده ممكن بيرجع زي طبيعته ولا برضه بيبقى فيه شوية مشاكل والكسور يعني طريقتين للعلاج الطريقة الاولانية لو الكسر في مكانه والعظم مش متفشفش على الاخر وضغط على النخاع وكده بنعمله حاجة اسمها حقنا اسم انتي بنيجي على الفقرة وده على فكرة اجراء سهل جدا وما بياخدش تلك ساعة نص ساعة بكتير ومش عايز تخدير عام يعني ممكن نعمله تخدير موضعي بجهاز اشعة كده بنصور الفقرة اللي هي المكسورة اللي حصل فيها وبندخل فيها بندي مخدر موضعي في المكانين دول وندخل بريتين كده جوه الفقرة ونحن الفقرة دي مادة اسم انتيها صلبة تشيل الحمل من على من على الفقرة واتضيع القلم لان المريض بتاع الكسر ده يعني لا تتخيل لا انا شفت قبل كده حد قدامي فعلا كان حاصله كسر يعني بيبقى واجع يعني لا هيبقى كسر مع هشاشة بقى هيبقى انتضوع ولبس حزام ملبس حزام كسر الكسور بتاعة الهشاشة يعني مؤلمة مؤلمة جدا فده الحن الاسمانتي طب لو الكسر بتاع الفقرات ده راجع وضغط على المركز بتاع العصاب ده بيحتاج تثبيت والتثبيت بتاعه برضو فيه انواع معينة هتقوليه طب العظم فيها شوكش هستحمل المصامير فيه انواع معينة من المصامير بنحطها بنحقن فيها المادة الاسمانتية دي بتبعبزها الشبكة كده في العظم ودي اللي احنا بنستخدمها وبنحقن العظم زائد زائد التثبيت والعظم بيبا كويس بعد كده يعني وبالذات بتقول حاني دول انت بصد في ظرف يومين ثلاثة قالك انا بقيت تاني انسان جديد يعني دكتور انت نورتنا جدا النهاردة ومعلوماتك جدا مفيدة انا شخصيا على المستوى شخصي بستفيد منها جدا واكيد مشاهدين بيستفيدوا منها شكرا جدا يا دكتور عفوا مشاهدين كده تكون فقرتنا الأولى خلصت ومعينا بقى في الفقر التانية صهرة غنائية من نوع خاص طرب وأغاني حلوة جدا استنونا بعد الفاصل